حد بيسأل لو واحد كان ماشي في الخطيئة وترتب عليها مشكلة ودلوقتي تيب من فترة وعايش مع ربنا وطلب من ربنا ينجيه هل ربنا ينجيه ولا هيسيبه للعقاب مع العلم انه عاش ايام تعب كتيرة بسبب الخطيئة انا فاهم من السؤال انه هو يقصد العقوبة الزمنية الارضية طبعا حسب نوع الخطيئة افرد واحد مختلس اه دي خطيئة وعدين تاب وبطل اختلاص بس اكتشفوا في العهده بتاعته ان فيه مبالغ كبيرة هو مش يدري سددها هتحط في السجن هل يقول لهم اصلا هتوبت خلاصي بقى التوبة بتغفر ومش هتحط في السجن افرد واحد قتل ما هي كارسة افرد واحد خطيئته ان هو قاعد يتخنق مع الناس وضرب حد عمله عاها مستديم فيه اثار مدرش نعالجها افرد ربنا يحمي الجميع واحد عايش في الزنا ونتيجة الزنا ده افسد بنات او سبب حد يبقى فيه اطفال غير شرعيين ما فيه كارس عشان كده التوبة بتخلي الانسان تتغفر له خطيئته في السماء ويعفى من العقوبة الابدية لكن احيانا بتبقى الخطيئة اللي عملها لسه فيه فطورة بتتدفع فمش يقول انا توبت خلاص يبقى مفروض حتى الحاجات دي تترفع عني الانسان التائب الحقيقي يبقى متضع ويقبل كل ما يأتي عليه بقول انا استهل اكتر من كده لكن احيانا بتبقى الخطايا العادية الطبيعية اللي بسيطة بتعمل مشاكل لكن ممكن مع التوبة تتحل ويبقى مفيش اثار مترتبة عليها احنا بنصلي دايما ان ربنا يستر علينا ويبعد عننا الخطايا والاثار بتاعاته